توجه وزير الداخلية محمود توفيق يرافق أعضاء المجلس الأعلى للشرطة إلى القصر الجمهوري بعبدين لتزكيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة تقدم الوزير بأسمى عبارات التقدير والاعتزاز وأبلغ كلمات التهنئة والامتنان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لمعركة الإسم علي الخالدة والتي جسد فيها رجال الشرطة أصدق معاني التضحية للوطن بالزود عن أمن وأمان شعبه العظيم بكل غال ونفيس ليسطر التاريخ للشرطة دورها الوطني عبر العصور وأكد الوزير أن مسيرة جهاز الشرطة تنضي خلف قيادة الرئيس السيسي الحكيمة لأداء رسالتها النبيلة نحو مستقبل أفضل للبلاد